السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيناكم فيديو جديد حلقة جديدة سنتكلم اليوم عن كل ما يخصو الهجرة الى كندا سوف نضع على عقود العمل المتوفرة سوف نضع على سبل الهجرة عبر البرنامج الدخول السريع الانتر اكسبرس والبرنامج الاريما وحتى البرامج الاخرى كنيو برانزويك او المقاطعات الاخرى كما تعلمون كندا ديرا كثر من 300 برنامج للهجرة كل مقاطعة في كندا ديرا برنامجها الخاص وهناك برامج فدرالية كالدخول السريع اللي هو اصلا هاد البرنامج الدخول السريع فيه برامج عدة هو برنامج في بزاف دير البرامج كذلك ومثال بالنسبة الاريما فادي نضع اول حاجة على عقود العمل عقود العمل كي كنقولو كنوجوها الناس اللي هما ليس لديهم امل انه يدفع في الانتر اكسبرس ولا يدفع في الاريما بحلاش كين الناس اللي ما عندوش ان ديبلوم ما عندوش ان نيفو داتود ألفي ما عندوش ان بون نيفو لانجوستيك سوى دير مستوى لغوي جيد اولا ما عندوش هو ماشي حرافي الصناعي ما عندوش واحد الكريتير باش يدفع الطالب هجرة ففاش كي كل واحد عندو الكريتير دير طالب هجرة نعطيو سبيل المثال حرافي الصناعي كانو الجوهي دير طالب هجرة لانهما في امس حاجة لهاد الناس هدو اولا اللي عندو ديبلوم كالليسانس كالماستر ديبلوم 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 موعتمد اولا صناعي حرافي ولديه شهادة على ذلك بحل الشهادة اللي ياخدوها الصناعيين والحرافين عند الغرفة الصناعية فهذا كمثال فعلي هو كي الناس اللي لم يتوفروا على اي شيء من هذا القبيل من هذا اللي يذكر تابع فكينوجهم لعقود عمل عندنا في المكسب فبالنسبة لنهضروا على اول حاجة على عقود العمل عقود العمل شما هو الفقر انا كنوجه الناس انهم يتاجهوا لطالب الهجرة عبر البرنامج لانتري اكس برس الدخول السريع او البرنامج الاريما علاج شنو الفق؟ الفق هو هو فاش كتجيك الاربي لاريزيدانس برمانانت وكتدير طالب الهجرة للحكومة الكندية لان اصل الحكومة الكندية او لوزارة الهجرة الكندية ديرا برامج للهجرة يمكنك تفعلهم فالاجات كي نقولو الاربي لاريزيدانس برمانانت لكارت درزيدانس كتكون افضل انك تشيب عقد عمل انا غادي نقولو الفق فاش كتكون عندك الاربي لاريزيدانس كي يكون عندك فاضل اوسع للشغل انت تشغيلها مع الشركة مع الشركتين مع ثلاث شركات انك تنجو سالير ديالك تقدر تديميسيوني في اي واقس تقدر تقارد دير اللي بريتي لديك فاضل اوسع فاش كتبشي بعقد عمل هاداك العقد عمل كي عمل اليه الموشخيل وكيدير بعض البنوط فالعقد كأنه باريقزونك يدير لك بيرميدة ترافاي فيرمي بيرميدة ترافاي فيرمي ما كيكونش عندك الحق انك تشغل مع الشركة اخرى انك تبقى معه غير هو وانهار اللي جرع عليك انه يكي نقولو فسخ العقد معك كترجع للبلد تيالك انه فاش كيكون بيرميدة ترافاي فيرمي ما عندك شحك نقوصي معه الصالع فهدو البنود يكونو في الحاق تكونو خيبين شي شوية مانجوش خيبين ما يقولو ما كيكونوش عندكو حد فضاء اوسع في الشغل هناك ولكن فاشكي كل واحد ليس لديه امل في لونتر اكس برس و في برنامج الاريما كانو الجو لعقود الامل فنهجروا دبع البرامج كالونتر اكس برس و كالاريما لونتر اكس برس هو برنامج بداتو في بزاف دي البرامج نخلص بالمثال الحرفين الصناعيين كالبرنامج خاص بهم اللي هو متي سبيسياليزي شنو كخصوم هاد الحرفين الصناعيين حرفين الصناعيين كنجار ككباس كميكانيسيان جليجي سودر او ما شابه هذلك او شيء من هالقابيل اي الحرفين الصناعي كما اي مجال فما عليه هاد الحرفين الصناعي الا انه يمشي للغرفة الصناعية ويطلب شهادة مهنية شهادة مهنية كتبت على انه حرفي او لا صناعي يقدر ياخدها من عند الغرفة الصناعية او اللي كتشهاد له على انه كيعطيهم واحد البطاقة المهنية الحرفين الصناعيين او لا كتعطيش الغرفة الصناعية واحد تشهادة كتبت له على انه حرفي وصناعي فهذا من جانب من جانب اخر ان تعضر عليه ذلك ممكن انه يتوجه لعند السيد القائد دي المنطقة اللي فين هو كيك نقوله كيشتغل كحرفي وصناعي يمشي لعند السيد القائد دي المنطقة فالسيد الفاشي بشي عنده غايدير له واحد طلب طلب انه يسلم شهادة مزاولة المهنة او لا كيك نقوله الشهادة المهنية هاديك شهادة مزاولة المهنة كيقدر يسلم هالك السيد القائد من بعد ما كيدير عليك واحد البحث السيد القائد كيدير واحد البحث بينشور من خلال الشيوخ المقدمية واعوان السلطان اللي معاه انت بينا ال� qualquer حرفي وصناعي في المنطقة عندو ولكن انت حرفي وصناعي في المنطقة عندو هذه هي سلمك شهادة مهنية على حرفي وصناعي لكن انت في ذاك الكارتي تريد كيانا دي المنطقةTime فالسيد القائد الذهبو بحث وانت بينا له أنك حرفي وصناعي وبحث wichtige تطلب طلب según saw pacin او الغرفة الصناعية هذا من جانب هذا ما يعنيش على أنه الحرافين الصناعين كي كنقولو مافين من لتست linguيستيك ولكن كي كنقولو ما كي قلجوش على اليوم كي تلبو من لوم A1 ولا A2 لتالتالي عشرين هذا كافي وكافي جيدا بحالش هاد لتست linguيستيك أنه يغير لدار إن بول برزانتشان جو مابل موسيو تال جيت الاج جو سو دلا فيل تال جيكزرست الميتيه ما سيتياشن فاميليال اتال لقدم رسو غير بطريقتين صحيحة دي مانية كوريكت وكي كنقولو دي مانية بروفشيونال عار غادي عتاو حكسر من قدروا عتاو تال B2 ولا B1 هاد لما كان وحنا أصلا عنا دي كولابوراتيان بيان شور كنعفو لالورغانيزم ولا المؤسسات المؤسسات المعتمدة اللي كتدوز لك لتست وكنعفو عن المنصفتوك وفي النصفتوك وبيان شور قبل ما كت تمشيش تاكنو الجوك وكننيرو معاك دي ريفيزيان وبيان شور كنديك المكسب كي قوم بواحد لا كي تسمى بريباراتيان تريف ولا بريباراتيان تسيهف عادي كنو جوك فين تمشي وعادي مجمشي لاننا نحنو أهل الميدان ولا دي ناتي صالات في الميدان واهل الميدان فبيان شور كنو جوك عادي كنصفتوك كنعفو فين تنصفتوك هاد من جانب من جانب آخر هادو منسبة لحرفين والصيناعيين حنا قدرنا عليهم دباغ نزلو ألا اللي ديبلومي اللي عندو ديبلوم لوفPPT ولا عندو للا لسانس ولا عندو لماستر ولا عندو الدك تاوهم لحقو يدفع طالب الريجرة الكندا كدليكو ومثال كي دوزو حت لتسلينجويسيك مي هادو كي تعتابو طعفاير qualifié برنامج ديالهم وطعفاير qualifié حسو مي جيو على الأقل اللي واحد B1 وB2 entre B1 et B2 هادا من جانب من جانب آخر نزلو اللي عندو خبرة ميهنية سنتين فما فوق تاوهم ما عندو الحق يدفعو طالب الريجرة اللي عندو par exemple شهد ميهنية ولا خبرة ميهنية سنتين اللي عندو اللي هالله سنتين بيان شر هادا من جانب بيان شر كي كون هناك تنقيد 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 لكي كون ديبلوم ولا تشكون حرفي صناعي ولا يكون كذا كذا وبين شر هادا من جانب اللي بريجي لدينا المكتب من أجل استشارة أو إداع الملف مرحبا به هادا شرف اللي أنت أتوا عندي من أجل استشارة أو إداع الملف المكتب دينا متواجد بمدينة الدربيضاء غادي نخلي لكم العنوان في صندوق الوصف وفي البرمي كومنتات تعليق رقم 1 اللي بريجي نشتغل من ال 2 إلى السبت من 10 أورز الصباح إلى 15 وفي الاشياء وفي ال 2 إلى السبت من 10 أورز الصباح إلى 15 أورز الأشياء يأتي من جميع الموضوع المغربية من طانجار من فاس من العيون من الداخل من الملال من تيتوان يوميا يأتي من جميع الموضوع المغربية لدينا المكتب الدربيضاء من أجل استشارة أو إداع الملف عندك نهار واحد دي الصفر اللي بريجي باش إدير إداع الملف ديالور تنسجلو الممجور وكان ربطول التصال بوزارة الهجرة الكند ديالور الممجور فاش كتكون عنا في المكتب وتندفع لك الطالب بدك الساعات كتاخذ الترسيل ديالك وكتاخذ نسخة من الطالب اللي دفعنا لك مش يكون عندك الرفيرانس دي درسي وكتدير تتبع المواكبة وكندير معك المواكبة المكاتب اللي قوي يجيبه في كتير هذا يجيب هذا الوقات من بعد زيد الخلاص زيد هالي لا أنا لأ أعميم هناك بعض المكاتب اللي دينا يشتغلون بيضمير وبحب وبمصدقية ولكن مع الأسف هناك بعض المكاتب لغرضهم الأولي هو الغرض المادي أنا أعميم بالطلاب ونحن نعطي النسخة لكي نجد المواكبة ونعطي التوصيب لكي نحسب لديه السلف لغير هناك بعض المكاتب يحسب 7 مليون 5 مليون أو 4 مليون ونحن نطلع الثمن ولكن لا نحن نطلع الثمن مناسب وفيه متناول جميع لكي الفائدة تعمل جميع وكي الناس يدعون معنا دعواتي للخير وكل يستفد فغرضنا الأولي هو مساعدة الناس والبيو رغبت الناس من حيث الهجرة كي نقول نساعد الناس ونقدم لهم يد المساعدة وكي نقول دائما نسعى المصلحة العامة والناس يدعون معنا دعوة ديال الخير هذا هو الغريزة الأولى ديالنا المساعدة وكي نقول 6000 دفهم هي اللي كتخلص لغير ولو دفهم زائد عند ذلك وكتخدم لكل الدوصي وكتخذ عليه التوصيل ذلك وكتخذ عليه حتى كي نقول لدعم ذلك كوبي دي لدعم بنسخة على الطلب فلي بريجي عندنا المكتب مرحبا به غادي نخلي العنوان في صندوق الوصف وفي تعليق رقم franc التوصيل وهي الهتم والأب ولدي هذا هذا هو يتيم للأب وليس لدي سند أكثر من ذلك نخلص إغراоб القنصولي هادي الخلصونا بحجة وحدة وهو الدعاء الخالص يدعوا معنا دعواء دير الخير فأنتمنهم الله الزوجة يستل أمور جميع الواحد قبل ما يدير يا طلب هجرة يا طلب شغل يستعن بالدعاء نطلب الله جميع أن يستل أمور جميع لا يت Suk ra لعد كفاء الخير غير يستلقظ ب prereкв Chuck الخطوة الأولى لا لعد كفاء الخير أكثر مشتريا للخطوة الثانية إنina hu sommesmion المرجو ما وعدنا الله إل ب pul ma mud puss ب anci Fund نجده وما غير يقول إلا الخير إن شاء الله مستقبلا هذا المكان وما نتمنى إلا الخير راضياتنا العنوان اللي غن خليه في صندوق رصف وفي البرمي كومنتر اللي بغي يجي عنا المكتب من أجل استشارة أو إيدا الملف بالنسبة لهجارة الكندا خليت لكم مرحة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله الله يعانكم سباك الله بي